اشتركوا في القناة بالسواحل الشرقية ومحلية اما بالمناطق الغربية نسبة رطوبة عالية ضباب سيميز صباح الباكر اغلب السواحل المرتفعات وحتى المرتفعات الوسطى والشرقية اذا الرؤية ستكون ضعيفة محليا يجب الحيطة والحذر لكل الاخوة السائقين خلال النهار بحول الله الاجواء ستبقى قليلة سحب نحو المناطق الغربية اجواء مشمسة تماما بشمال الصحراء بالجنوب الشرقي مرتفعة الهوغار والتاسيلي كذلك بالجنوب الغربي بينما اجواء مغاشت على العموم بالصحراء الوسطى الى غيط اقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم تكون باردة دون سفر بالمناطق الداخلية 3 درجات تحت سفر بالجلفة كذلك بسعيدة بالبيض ما بين 4-8 درجات بالسواحل درجتين فقط جنوبا ببشر 3 درجات بغردايا 6 درجات بالواد بالمغير ورقلة حتى بتندوف واضرار نفس المقياس بالنسبة لجانات ترتفع إلى 9 درجات بالصحراء الوسطى و15 كلما تجهن نحو أقصى الجنوب بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى تقارب المعادلة الفصلي مقيس ما بين 11-15 درجة بالمناطق الداخلية أدنى مقياس بالبيض بـ 11 درجة ما بين 16-17 بالسواحل نفس المقياس بالصورى شمال الصحراء والواحد 20 درجة بالنسبة لتندوف بني عباس كذلك بأضرار ترتفع إلى 23 درجة بإليزي بإنميناس حتى بعين صالح وترتفع أكثر نحو أقصى الجنوب لتقارب 32 درجة البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي رياح معتدلة أحيانا تشتد بسواحل الغربية لتقارب 50 كم في الساعة خلال أواخر النهار ضمن تيارة شمالية شرقية تدر إلى غربية شمالية غربية نحو سواحل الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله سنرتقب عبور سلسلة من الاترابات الجوية الأول سيكون خلال يوم التولتاء بحول الله يخص كل المناطق الشمالية بصحب سفلة الأجواء ستكون غائمة على العموم بسواحل الوسطى والشرقية الأمطار أيضا بحول الله ستكون حاضرة دباب سيميز المرتفعات الوسطى والشرقية سحب عبرة نحو المرتفعات الغربية والرياح ستشتد على كافة المناطق الساحلية بينما بالجنوب الأجواء ستكون مشمسة على شمال الصحراء أقصى الجنوب الجنوب الغربي بينما ستكون غائمة على العموم بسحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب الشرقي احتمال لأمطار محلية خاصة بالسحراء الوسطى درجة حرارات تقارب المعدل الفصلي يوم الأربعاء اتراب جوي آخر سيشمل المناطق الغربية والوسطى وحتى بسواحلة الشرقية يخصها ببعض الأمطار المحلية رياح قوية دائما نحو المناطق الساحلية تحسن في حالة التقس نحو الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب الشرقي يوم الخميس بإذن الله تبقى جواء مشمسة على كافة مناطق الجنوب الكبير والسحب عبرة ستميز كل المناطق الشمدية بقايا الأمطار تبقى تخص السواحلة الوسطى والشرقية وريح قوية نحو السواحلة الغربية الهضاب الوسطى وكذلك الشرقية أما عن وقت شروق الشمس لسبحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السابعة سباحا وخمسة وأربعون دقيقة والغروب على الساعة الساديسة مساء وتمانية عشر دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة وإلى اللقاء